شو صار اليوم من الثماني الصباح للثماني المساء نشر حزب الله فيديو جديد عرض بسبعة دقائق صور الاستطلاع الجوي من فوق حيفا والكرميل بيّنت مجموعة من الأواعد العسكرية الأساسية المسؤولة عن الدفاع الجوي وكشفت مواقع منصات القب الحديدية ومقلع داود مع راداراتا ومباني ومنشآت عسكرية ومدنية بشمال إسرائيل كرسالة على أنه قدرة الحزب ما تدمرت بفعل العدوان على اللبنان استهدفت إسرائيل مركز إيواء للنسحين بالوردينية بإقليم الخروب استشهد بالغارة ست أشخاص بحصيلة أولية وانصاب 13 على الأقل بجريمة جديدة ضد رجال الإنقاذ والإسعاف استهدف الجيش الإسرائيلي مركز تطوع إلى الدفاع المدني بالهائة الصحية الإسلامية بوادي جيله بصور فاستشهد مسعفين على الأقل لترتفع حصيلة الشهدة من رجال الإسعاف لمية وستعشر شهيد أعلنت وزارة الصحة حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على اللبنان 2141 شهيد 10,099 جريح على الجبهة استهدف حزب ألا شمال إسرائيل بأكتر من 90 صاروخ قتلت شخصين بكريات شمونة وجرحة تماني بحيفا وصابت صفض ومجموعة من الكريات صد الحزب خمس محاولات تسلل للجيش الاحتلال بماس الجبل واللبونة وراس النقورة وبليدة واستهدف تجمعات عسكرية على الحدود سياسياً ما صدرت مواقف جديدة اليوم غير موقف سلبي من رئيس مجلس النواب قال فيه لشر الأوسط أنه ما في تقدم إيجابي بخصوص وقف الحرب على لبنان بموضوع الناس حين حاول وزير الشؤون الاجتماعية يكتور حجاري أنعنا أنه ما في تمييز بين المهجرين اللبنانيين والمهجرين السوريين والفلسطينيين والعمال الأجانب بالرغم نشهادات كثيرة عن منع الناس حين من دخول مراكز إيواء لأنهم خصصين لأستقبال اللبنانية